نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان وشاهدنا تفاصيل القرية يعني نعم وإنسان ومكان القرية لكن نخلونا بردو نحن في تجوان الصباحي نتنقل للعديد من الأماكن في السودان ونتعرف على جمال أو جمال الإنسان والمنطقة نفسها وتعالى نعم ماذا؟ نعم أشيء اللي بارة علينا وزي ما تتكلمت عن كل مر في كل حلقة أو في كل فقرات الحلقة الليلة حنمشي إلى واحدة من الغرة واحدة من المناطق ونتجول ونشوف تاريخ السودان الذاخر أو الزاخر بالجماليات المختلفة نمشي طوال إلى بارة مدينة التاريخ والجمالات زيان من نسمع يمون بارة وتغللها عدد كثير جدا من الشعر أعرف أن نشاهد هذا التقرير عن بارة عرفت مدينة بارة على مر العصور والأزمان بأنها مدينة للتاريخ وواحة للجمال والخضرة تحفها أسوار من كثبان الرمال الذهبية وهي ترقد في وداعة وتصحو على أصوات السواقي وجريان المياه في الجداول والأحواض ورائحة الليمون الذي اشتهرت به وأزهار الفواكه والخضروات كل هذه المقاومات الجمالية جعلت من مدينة بارة ملهمة للشعراء والأدبا وقد تغنى بسحرها وجمالها وخضرة مروجها العديد من أهل الفن والأدب المدينة تظللها أشجار اللبخ التي تتميز بضخامتها ورحابة ظلها وهي من الأشجار المعمرة التي كانت شاهدا على معارك الثورة المهدية والتي كانت منطلقا لإعادة مدينة الأبيض من يد المستعمرة تعانقها أشجار النيم بذات المواصفات مما جعل منها وحة دائمة الخضراء مدينة بارة خصها الله سبحانه وتعالى منظر طبيعي خلاب وهي تقع في منحدر وأنت عندما تريد أن تذهب إلى مدينة بارة من كل اتجاه فإنك ترى منظر طبيعي خلاب يتمثل في الخضرة والأشجار الباسقة اليانعة والمناظر الطبيعية الخلابة مدينة بارة والمنطقة المحيطة بها أورفت بحوضها الجوفي الذي تسقى منه مدينة الأبيض وهو مخزون مائي استراتيجي يبعث الحياة في المزارع والسواق بالإضافة إلى تربتها ذات الخصوبة العالية والصالحة لزراعة كافة أنواع الفواكه والخضروات أكثر من مائة وعشرين ساقية تحيط بالمدينة وتوفر لها الغذاء وفرص العمل والساقية حيازة من الأرض الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة أشجار الفواكه والخضروات والمحصولات النقدية والغذائية الأخرى تروى السواق في الماضي بالشادوف ونقل الماء بواسطة ما يعرف بالجوز أو الدلو أما الآن فتسقى بواسطة وابورات تسحب المياه من الآبار السطحية التي لا يتجاوز عمكها أحياناً الخمسة أمتار وتوزع المياه على أحواض الفضروات والأشجار بواسطة خراطم المياه التي تمتد لمسافات بعيدة لتوصيل المياه هذه السواق تنتج أنواع مختلفة من الفواكه خاصة الحمضيات وعرفت مدينة بارا بإنتاج الأنواع الجيدة من الليمون حتى صار ليمون بارا مضرباً للأمثال إنتاج السواق من الخضروات يغطي حضرة الولاياء والمدن الأخرى ويتجاوزها أحياناً ليصل إلى أسواق العاصمة وغيرها من الأسواق تمر عملية الزراعة بعدة مراحل تبدأ بعمليات تحضير الأرض وحرثها بواسطة المحاريث التي تجرها الجمال والدواب ومن ثم تتم عملية تسوية الأرض وبسطها وتقسيمها إلى أحواض متساوية في الطول والعرض وتتم بعد ذلك عملية غرس الشتول وتسقى في أوقات محددة ولفترات متفاوتة تباع الخضروات بعد اكتمال نموها للتجار المحليين الذين يقومون بتقسيمها إلى أحزم وأخفاص معدى تنظيفها من الحشائش الطفيلية وبقايا التربة العاملون في السواق من كل الأعمار يجدون فرص العمل في مراحل الزراعة المختلفة ويتدرجون في الأجر حسب الخبرة والدراية بفنون وسرعة إنجاز العمل هناك سنة ما زالت قائمة حيث يعود العاملون في السواق وبنهاية الدوام يحملون كفايتهم من الخضروات وبرضائي صاحب الساقية دون رفض أو تبرم في صورة صادقة للتكافل ظلت قائمة على مر الأزمان والحكب بعد اكتمال الطريق المسفلة بين بارا والأبيض انتعشت السواق وأصبح إنتاجها من الخضر والفواكه يصل إلى سوق الأبيض طازجا في وقت مبكر ولكنه في الأمينة الأخيرة أصبح يجد منافسة كبيرة من إنتاج مناطق أخرى مما أثر سلبا على المساحة المخصصة للزراعة إضافة إلى الشكوى الدائمة من ارتفاع كلفة الإنتاج وغلاء المدخلات الزراعية من الأسمدة والوقود ووذور الخضروات شجرة المسكيت أضحت تشكل عائقا في توسعة السواق بل إنها أصبحت تزحف نحو المساحات المزرعة لما لها من خاصية الانتشار والنمو السريع وهي من المعاوقات الرئيسية التي استعصت على قدرة وجهد المزارع البسيط بالإضافة إلى نبات السوريب الذي استوطن العديد من السواق وهي معاوقات ينتظر المزارع أن تجد اهتماما من جهة الاختصاص وأن تضمن في برامج النفرة الخضراء التي تنتظم البلاد مدينة بارا وعلى الرغم من ظروف الزحف الصحراوي ومحاصرته لأطرافها إلا أنها ما زالت تتمتع باخضرار مروجها وجمال مظهرها اشتركوا في القناة